قفلناه مشينا التمانا أنا أبو شاد الدخيري فضل الله إبراهيم اسمه الكلام ده كويس اسمه موسى حلسه متبع احنا التمانا خالد محمد اللي عيسر وأول مرة عجيبوا لنا عبدالله عجوس متارس الغدب تنسيقية الصورة السودانية صديق أبو شاهد الدخيري أول مرة عنا لقيته اليوم دي في القروب ومعنا الباش محنس أبو التومال له التحية والتحية لكم كلكم اتمعنا أكثر من ثلاثة ساعات ونص وغررنا أننا سنطلع لايف تاني وأبو شاهد عيت أن الناس لدينا تطلع لايف تاني عشان توضح للشعب السودانية الزولة لحد أسي مجا وفتشنا كل الحتات وتحياتنا لأخونا فضل الله إبراهيم فأكد بكل الجهود الناس أملكا أنه في الأكسام فتح دمه موجود ما موجود في أي قسم قال الشغل لي لكن دعم السريب أبو شاهد أسريد أنت بذات نفسك وبشهود الناس دي الموجودين عشان قد قلت لكم ركزوا كويس الله يبدأ حيكون ثلاثة أجزاء وأي حاجة أنا بردلاء بكل شجاع وبكل أدب كل كلام القاهل بالصمت ما هنقص منه ولا حاجة واحدة ليه لأنه دانوا من اللي احترامه وبدون أي إساء وبعد ذلك أنت صاحب الأقلي ميز والشهود قاعدين ما كلام جفتوا من بيتنا ولا كلام أنا قمت بوا برايه عشان أعمل شغل ركز كويس أبو شاهد أصرر أنه نحن نطلع حامد حس يطلع لايف حس ده حامد يطلع لايف ويستضيف الناس معه طلاطة لايف طواري وانت هتعمل شون قال انت اتصلت لأخو فتحي انت قلت أنا اتصلت لأخو فتحي في ألمانيا وقال لك فتحي ومرته دي تتصلوا عليها كلمتكم أنه فتحي جو نفرين في البيت ساقو بعد داك المرة شالت إياله وقفلت البيت ده الكلام اللي قدت قلت لأنا جدام الناس صدتنا كلامك ده جينا طلعنا لايف طلعنا لايف طلعنا لايف طلعت عن هذا لايف في صفحتي الامة ده كلها شاهدته واستضفت فيه الباش محنس ابو التومد اتكلمنا فيه بكل أدب واحترامه كلنا مصدقين أنه زولة مافي مافي كلام كويس ما نمنا لحد الساعة 12 إلا 7 دقائق انت ساعة 11 ونص أملنا اجتماع تاني قلت يا جماعة خلاص الموضوع ده انت قلت للناس خلاص الموضوع ده الناس تخليه لحد الصباح خلاص الناس تفر وبعد داك نشوف لحد الصباح بيحصل شنو جينا والله ما نمنا تلفوناتنا فاتح نتفاجع بعد ما فرينا من الاتماع بشوية انت قلت الحمد لله الفلسلامة بوصول زيجي أملت اتماع النزولة وصل الحمد لله الفلسلامة حمد لله الفلسلامة كلنا الناس كلها ما نايمة الناس أجاد كلنا حمد لله الفلسلامة حمد لله الفلسلامة في نفس الليلة في نفس الوقت بالليلة الاتماع حقنا ده مهم السيد كان ما جاء اتصلوا عليه في الاتماعين محمد السيد ما وصل معنا لأسباب ما معروفة لأنه ما مجمعنا لأنه كان محمد السيد في نفس اللحظة كان ماشي لأنه أنا أوريك الشغل لماشي كيف وإنت ذاتك لازم توريني الشغل أنت بالسوي فيه ده ماشي وين لأن الشعب السودان لازم يعرف الحقيقة جينا نحن نما انطلعنا اللايف وكملنا ونما الزلد طلع قلت تريك طيب الزلد حسي كيف الحصل لي شنو قلت تسيقوا له خلوه الصباح وأي زول ينظف تلفونه الزول لا يفرن التلفونه اسمها كلام ديته قلتوا قدام الشهود يفرن التلفونه وخلاص ولحد الصباح الناس يتلاقى الصباح قاعتنا لحد الساعة عشر ومص الزول لا ما طلع لا لايف لا بتاقوي احنا لسا يا شفقاني ما عارفين الحاصل عليه أملنا اتماع قلت زول لا ما يمشي لهم البيت مراغب ما مراغب ده انت كلام دي منكم انتم بيت مراغب يا ابو شهد بيت مراغب كيف الناس قالوا لك البيت ده اذا كان مراغب نحنا هنعمل صورة عديل نمشي للزول لا نعمل عديل صورة نمشي للزول لا مليونية عديل لصبا قدام بيت فاته عشان نحن نرفل حاصل شمال انت رفضت رفضت كل كل واطلع يا اخوي يقول كلامي ده ما صح كويس انا اتصلت عليك هامد دي والمكالمة موجودة والزمن حق ده موجود وشهدت عليها ناس بعد ما فاته طلع به طلعت وقلت لك يا ابو يا اخونا ابو شهد الدخيري اتصلت عليك انا حامد ده واطلع كلام ده رود عليه والرد اطلعوا كلكم ديلك القنوات عشان الناس تكون قاعدة على الملع عشان ما في زول يملي على التاني في قناة قناة الحوش او قناة اهلنا وتستطيفوا النادي كله ولكل على الملع عشان اي انسان يعرف الحق اتصلت عليك تلفونيا بالماس انجر قلت لك والله يا ابو شهد قسما وعظما فاتهي ما يطلع لايف يعتذر للشعب السوداني الواجه من عمباره ما يطلع يعتذر قسما وعظما قسما وعظما انا برسل له برسل له ناس يمشلوه في البيت بين نيابتهم اجيبوا فتحي ده مالو وقبل انا اتصلت لفتحي وكلمت وقلت لك انا دقيل لزول اتا قلت لزول استحمى وياكل قلت لك هوي الشعب السوداني ده زول ده بملاية خليه يطلع لنا بره بملاية خليه يطلع بره رجعت رجعت ليه لما انكلمتك بعده بعد انا كلمتك سمع الكلام ده كويس ولحد ما فتحي طلع لايف 45 دقيقة بالصم مليمتر وانما زول ده طلع لايف ويتكلم وينتهى مما انتهى ويحنا عملنا الاتماع حقنا وجمعناه في الخرفة القاعدين فيها زي ما انا مبارع ندحت الناس كلهم موجودين فيها انهم الاسماء الموجودة اول حاجة انا قاعد خالد محمد اللي اسر قاعد فاتحي زي جهو بنفسه قاعد اسمع الكلام ده كويس محمد ابو الدهب قاعد فضل الله ابراهيم قاعد اسمع الكلام ده كويس اخونا حندسة قاعد انتو كنت مافي لما انجبنا زي جه ساعة لناو انت ما تقول ليه ما عندك حق انك تحقق انا ما حققت ماو ليه لانا انا من حقياسة لك اتل حصل لك شنو لانا اتل الكلام اللي قدت في اللايف ده انا ما عنده ما او شكل ممكن في حاجة تانية لحد اللحظة دي لحد اللحظة دي انا ما محوين فتحي لحد اللحظة كنا احنا متبعين انا ما حوى انت فتحي ماسك الشغل بجدية بوريك ماسكو بجدية انو الزولة حصلت دي و مشكلة سو سألتو شغلوا منك النازل ودوك مكتب قال اي ودوني مكتب انتو كلهم قاعدين احتبر انو انا قاعد اكذب لك كده ودوك حامل مكتب قال اي انا ودوني المكتب ها شغلوا تليفونة قال اي شغلوا تليفوني ما نطويينة كان فتحا صح النازل عساكر لابسين كاكي ولا لابسين ملكي قال لي لا بوليس قزم قال لي لا ما قزم قلت له شنو مكتب بتاع ام قال له الله مباحث مركزية شنو جهز امن الدولة شنو يعني المكتب شنو انت زول كبير وزول قبل كده يعني زول متعلم يعني ما زول صغير الزول لفك خشمه قدام الناس قال انا برا لما نجاين خاشين شايف عربات فيه شنو فيه دوشكات قلت له اي وا كويس انت العربات شفتها فيها دوشكات العربات دي حقه شنو شاكي لا شنو عربات شرطة ولا عربات بتاعت اسمين ده ولا عربات بتاعت حاجة تانية زيدة بس ما زيتها له شو قلت له قال لي لا عربات بتاعت دعم السريق قلت له كويس انت فتحي وكن شفت عربات بتاعت دعم السريق ماهنات وقت المحل ده اتعارفه ده الكلام انا كنت داري وقل لي خلاص وقت اتعارفه ونحن والله العظيم كنا دارين نعمل ان كلنا متوحدين انه حتى فضل الله قال لي اللي لكن اعرفنا المحل اخصم بالله الناس تطلع مليونية تمشي تهيد المحل بالفوق لا تهيد لا يمكن حكم تصوره يكون فيها احتغالات هنا محمد ابو الدحق قال لا ازول الله خلوه فتران خلوه فتران خلوه يمش فات الموضوع ده سكتنا عليه وانا قلت لكم يا جماعة قال لي انا الشكران ده انا مختنى به ما جي طلعت عبراي قلت لكم ما مختنى به قلتوا خلوه لحد الصلاة دولناه لحد يأمز بالنهار نما جينا اتماعنا قاعدين في الاتماع اتماعنا ايزوا لكلامه بكيف انه كلام فترانه مختنين به قلتوا ما مختنين به انت بررت الموضوع نما اتكلمت واستمعنا ليه وحندسة كان حندسة متبع ممكن هس يمتبع قاعد هنا وفضل قاعد الناظري هم قاعدين انا لو كذاب خلزوا يقول ليه حامل لا كلامك ده والله كذب عشان قبل ما نمشي قدامه بعد ذلك انا بشرح لك انتهينا لما اتكلمت وخلصت وجه دور بتاع فضل فضل ابراهيم دار اتكلم فضل قال ليه قبل ما اما هو عنده فرصة لازم تديه فرصة لما ننتهي اول ما قال ليه الكلام ده عنده اتنين بس اما كده اما كده قبل ما اكمل انت حاجمته ودار تعمل انك ات دار تطلع من المكارمة ما دار تكمل المكارمة معنا ذاته انت فرطت نفسك على الناس حتى ما احترمت اللجنة الناس اللي قاعدين ما احترمتنا جدت مع الزلده وكلنا حندسة كان ماسك البتاع نوع من العدبيات ما احتراملك واحتراملك جمهور كله ما بمعنى انه انا بسقرك انا باحترمك جدا بالمناسبة وجهيك في الكلام البي هناك ده ده براو قويس يلا امن حديناكم انتهينا هنا اثمان كان قاعد وخليه فضل الله نحن نكذب وما منقرف الحقيقة نطلع لقول للشعب السودان ده شمو ده كلام انا قدت لكم كلكم قدت لكم ما قدتوا براي كده ده وطلعت انا سويت حاجة براي في ناس انا قالوا كله ان احنا ما مختنين بالكلام ده مهم السيد قال الكلام ده ما مختنئ به النادي كلها قال الكلام ده ما مغنع بالنسبة له نحن ده الكلام الحصري هل انك انت فتحي ليه ما طلع فتحي ده ما يطلع يتكلم يقول كلام ده كذب يقول كلام حامل ياقوب قالوا ده كذب خليه يطلع ما عنده جمهور اكتر من جمهورك الفي صفحة طلبة شوف الكلام ده ما بيمشي كده الصورة ما فيها كذب انا قابلي لسه هذه النقطة اللي لسه منتحد عندك نقطتين ده كل اي حاجة حاجة اولا واتمنى انك تكون قاعد لانه اناش هيرتلق بالخطين كلين ورسالة بتصلك وبيتصلك اي انسان اداري اعرف الحقيقة هل انه انا دار اسألكم سؤال الصورة دي انت صورة دي كويس دار شنو دار دولة مدنية هل انك انت كذول صوري ده بتكذب خليك من انه انت كنت وين بتكذب انت لو بيجيب بتكذب وتطلع في اللايف ده وتكذب وانت تمشي تقتل زولة اللي بيكذب كيفية انك انت تكون انت صادق كيفية انك انت دار تحافظ على الصورة انت ذاتك انا دار اسألك دار اسألك انت سؤال مباشر اخونا ابو شهد الدخيري اذا انك انت بتستر للانسان اللي بيكذب انا ما دار احرق زول جهيك في ده كله الزولة كلامهم ما صح ما مغنع لي ما مغنع لي اطناش الراجل القاعدين معنا والتسعة كلهم ما مغنع لهم حتى الاولاد الاتر السلطوم البيت الشباب ده الكلام ده ما مغنع لهم اجروا بالاجلات بالليل كلهم ما شين قالوا الكلام ده ما مغنع لنا رأيك شون انت انا حد لحد هسي خليه اطلع فتح يوري الشعب السوداني اعتقلوا وين ده بالنسبة لفتح ده واحد دار اوريك حاجة واحدة للشعب السوداني ولا الجمهورة اللي جايت هنا انا حامل يا غبدة عياذا الله من كل مدانة لما انطلعت في الميديا دي ما في حاجة لبتها لا لبتت عنه قبل كده اشتغلت في الحكومة دي كأسكرية ولا لبتت عنه اترشحت لحد الميليس الوطني وقيت يا عوي شحد الدخيري واخواننا القاعدين معنا كان في الجروبات كنكم لنا سأبو الجوت واخواننا بكري عبدالعزيز الصحف المحترم له التحية والإهترام واخواننا في التنسيقية الثورة السودانية في زول حسي جايت هنا المعرف الكلام ده منح حتى نشرت لكم في الجروبات ما يزبط أنا عناد لكم كذا وطلعت في اللايفات الشعب السوداني كله عارف اتكلمت واتكلمت في الدائرة اثنين وثلاثين كنت ضد كتور عيسى بشري ونبست كل العزاب السياسية ده واحد ما مندس فيها ده واحد عشان تعرف قبل ما تنزل من المملكة العربية السعودية أسألوا ناس أبو الجوت وأسألوا الشباب اللي كانوا قاعدين معنا في الجروبات كلهم أعرفين قلنا لهم يا جماعة الشغل فيه لهم اللي بيحصل شنو قالوا اللي بيحصل لو فيه طريقة ندخلوا لنا ناس دو قاعدين في الجروبات كلهم قالوا ندخلوا لنا دو نعرفوا نادل في اللقاعات بيسووا شنو والبنزل منهم قالوا أشهد بعد يومين بنزل أطلع أقول الكلام ده كذلك واتلقنا نما تنزل أنا قادر وطلقوا لها رابة قادر ندخل لك نفرين دو والناس دين ده ما حاجة جليدة يا خرد وما لبتوا كل كله عشان ما عفزوا لإيجي الزوية وأنا حامل يقول ده أبتك دي في الزوية لأنه أصلا عارفة السياسة بتتبني كيف ما جدت لبتت في داخل الصورة دي جد قلت أنا والله جاعد كده بس وفي النهائة مرقته ملفي أبدا اتكلمت بكل شجاعة وبكل عدبية القعدت فيه كله من سلاحة المتفعية للشوبة الاستغبارات أسمع الكلام ده كويس 22 سنة ما إلا الليلة يا أخي عشان إنت تتكلم أليها لا أبدا ما يحترامي لك ده ما يستغطر لكن أنا قلت الكلام ده يعني الناس عرفاو ناس عرفاو كويس ده واحد نما أنا اتهمتك أنك إنت كويس ده اثنين نما نتهمتك وبعدك أني إندي حاجة بحثين بها نما نتهمتك أنك إنت كويس ها وأزبط أنه الزون تجاب لي الجواز حقك وإسم الإسم ما إسبك إت اعتذرت لك وطلعت في لايف للشعب السودان طلعت أربعة لايف واسي موجودة وما حقات تاريخ الليلة انت فيهم تلقصة ده نوع من العدبيات ونوع من الشجاعة إذا أنا قلت في أي إنسان ويا ده بالله من كلمة أنا بكل شيعة وبكل عدبية بأطلع بأعتذر للشعب السوداني كله ونما ممسكت في الموضوع بتاع الليلة حق فتحي ودى المصرية لأن أنا طلعت يتكلمت هنا والشعب السوداني كله بسمع نما الكلام ده يطلع كده وانا أنا عادي مش أتأكد منه أسكت ما بسكت بوريك عديد ما بسكت ما بسكت كله كله ده واحد تعال إذا قلنا قواعد القواعد أنت بيتتكلم فيها قواعدنا ما قواعدنا كده دي نجي نشوف ذاته قواعدنا دي شمو هل عندنا السودان ده محتكر على شخص معين عشان هو يقنب الزاوض على الناس ها تعال نشوف ناس الأباسية وقيرة كل الناس دي خلينا نجي نشوفها هي مزايدة ولا شنو طيب كويس ده رأس لك سؤال واحد أنت حسي ها اتجاهك وين خليني أنا اتجاهك وين الخطة اللي أنت صايق وحسي وين قلت حكومة الصورة بدري نما قلت لكم النادل بيعاكلوا الناس اتجاه وشاهد قد خيري وقدام أكتر من 26 شخص في الجروبات موجودين اليوم اللينا وكن دار الاسكرينشوت بتاعة الجروبات بليف فالك بسي ناو قلت ليلة أنا نادي المدري يبيعوا الناس اسكت اسبر ويوم كنت بتكلم في فضل الاحتصام قبل ما اعتم كنا كلنا قاعدين سوا قلت لكم الاحتصام ده زي دف الض رفضت تابعت المدنية بنفس الركوب الرأس ده وده أنا باحتور الركوب الرأس تعالوا يا ليه المدنية هسي تعالوا نتكلموا انت لو أصلا فيعيزوا المنس كلنا مندسين إلا من رحم الله اسمها الكلام ده كويس ليه لأنه انت ماسك في الحزبة الشوية ما له حزبة الشوية ده في 2010 أخذ مقاعد في مجلس التشريع ولا ما أخذ مقاعد في مجلس التشريع تعال أخذ صح كويس حزبة الأمة رأيك في وش رح شارك ولا ما شارك شارك كويس المجلس العسكري كيف ده الكو الكون انت ما شايد قاعد عصي في الكوز أنا اللي بتأيد عليها دي كنا زمان بنرفضها انتوا عصي قاعدين فيها ما في زمان يجي يقول لك دكوز في خيانة حقيقية الناس دارة تبني دولة دولة المواطنة دولة السيادة دولة القانون تقبل بالوضع الماشد انت حسي هذا أنت تقبل به وأنا أقبل به ويتعالج بطريقة صحيحة وبدون أي أطمع ويجو فيها لجانة المغاومة الصورة السودانية الدب والبنبال والحاجات دي كلها تعال أنكر نمن النازل المشو وأكل الصورة دي وأخونا أثمان أثمان موسى له التحية والفضل والإحترام نمن عمل جروب كلنا من عجل السودان رأيك شنو نمن جينا حلفنا في الجروب كلكم حلفته حلفنا لشنو ما حلفنا أن نقسم بالله العظيم وكتاب الله الكريم هنحكم هنحن هنشتغل للوطن ده بدون أي مزايدة ولا أي وأي خائن قدامنا نمرقوه ولا كان كلام ده كان كلام بتاع الأسبوعين وانتهى ولا المصحف بانتهي ها المصحف بانتهي في يومين ولا في ثلاثة يوم ده أنا أول مرة أعرف فالأهدي كان ميساق إحنا عهدنا الله كالرجال كنا في كلنا من عند السودان إلا الناس اللي حس يجوا ليه الورانة ده وغادرنا للجروب ده عشان كلاماتك لأنه بعد مرة بتعمل حاجات بخارن بارن يعني الناس قاعدين كده تيجي وبتطلع بتفوت فهم القصة ده ألا ما فهمها شعنا بحطرمك يعني كويس حلفنا قصم كلنا عدنا قصم محمد سيد خليه يطلع يقول كلام ده كذب كويس كله خلي محي الدين بني خليه يطلع يقول كلام ده كذب حندسة خليه يطلع يقول كلام ده كذب فضل الله إبراه خليه يطلع النادي كله خليه تطلع حلفنا قصم أنه نحن هنعدي ولانا لجمهورية السودان فقط حتى اسمان قال القروب حقنا ده ما دار نعمل اي جسم فيه وفقنا انه احنا حنقيف وحنشير الصورة ده من قحة ومن علان الحر ومن اسمين ده ومنا بيسمون شنو تجمع المحنين تعال ازايك كمان تعال بول كلام ده ما حصل مونو في الصورة دي قبل كده ما عنده ضلع في المعتمر الوطني ولا في الحركة الاسلامية ارفوا يدقوا كلكم بالحركات المسلحة الا من رحم الله انا شانا اوريك الحاصل كلنا دعمنا والحكومة دي كلنا دعمناها اذا كان دعمناها مباشرة اذا كان دعمناها بطريقة غير مباشرة سواء كان الحركات المسلحة وقعت السلام دبل كده وبتفاوط لحد ديوم الليل دي شليون الف مفاوضة لحد ده السيد تعال وريني يا تزول انا ما دقيت في الحركات المسلحة دي ولا تزول اخطأ ماشي نطبلنا له ولا تحزب سياسي انا طبلت له تعال وريني هالسيدة وتوجهي ما قيرته من يوم ما جيت الصورة دي وما لي منصب ما قيرت تجاهي اصلا وغنعتي ان السودان لا يمكن يكون سودان ها يكون فيه احزاب سياسية وعدارات اهلية اسمع الكلام ده كويس ها وكترت الجيوش المال يا حد قلت لك السودان لا يتبني بحياتين بس سودان بدون كيزان سودان بدون احزاب سودان بدون قهط صح جاهدنا كل الجهد معاكم انتم اقيركم كل الناس تعال تعال انت لو في مزايدة تعال اطلع في الصورة دي قل نحن ما قدمنا فيها او ما عملنا فيها تعال قولي الكلام ده عشان نكون نحن واضحين احنا عملنا للوطن تحياتنا لعقونا ابو التومات موجود هنا اتمنى ان ابو التومات الكلام اللي انا قلته برضو لو فيه خطأ خليه جي يقول كلامك ده خطأ انا بيعيده لان ابو التومات جيح السياسية كلام بيجي كلام زيجي يا ابو التومات ويا الشعب السوداني الكلام اللي انا بقول فيه ده ابو التومات ممكن امسي مع اللايف وهسي بعيد الكلام لانه هو جهد ليه لانه مش يفوت عيان في الكلام اللي انا بقوله وده الانسان اطلع ما ايه في اللايف له التحية والاحترام وهو ذاته بذات نفسه انا اتصلت عليه هل عنه وانا ممكن ادي دعوة ما عندي مشكلة كويس يا ريد ابو التومات ابو التومان ما اعمل دعوة انا نقدم له نقدم لك دعوة كويس دائرين نعرف الكلام اللي انا قدتو ده اذا فيه مزايا ده انا اطلع كذاب واطلع تنزل للشعب السودان لكله قسما واعظما لكن انت متقد تلزول كله كله لكن قصة ان انا اختلفت معاك عادي هذا انا اختلف معاك لكن لا يمكن انت تكون سترة لفتح ودى المصرية فتح ودى المصرية عنده صفحة تاني بكرر لك الكلام ده فتح ودى المصرية عنده صفحة وانما نكوننا منتكلم في فتح ودى المصرية ده انا ما مختنع ما مختنع تبوه تبطل تقولوا لا الموضوع ده احنا نخليه بس كده نخليه كيف يعني كده انا دار اعارف يعني بس لان يعني عشان احنا نقبطلوه غلطه في شنو السورة هتمشو ولا الدولة دي كيف هتمشي طيب نفس التبطيب بتاع ودى المصرية نفس التبطيب بتاع الحساب السياسية انت اللي دائر انه بتقول انه والله الكيزان ما مارغوا وانا في الرئيخ التغيير اكل صورتنا والاحزاب السياسية اكل صورتنا نفس التبطيب اللي قد تعيدناك هنا نفس التبطيب اللي عندهم هناك نفس التبطيب ده جريبي قصة اللي هقامل قصة انتهى. انا بحترمك جدا. ده ما انفعل. لكن ده الكلام الحقيقي. بدون عساعة بدون اي شي. انا بغتل لزول. ما عندي لك اي لأي زول حاجة في الصورة دي. حدي معك الصورة دي فقط. وقلتها لكم قبل كده وبقولها ما داير منصف. في امكاننا نقفل تلفوناتنا ديوب نقنب. بنعيش. ليه? لانه ما راجي منها منصف عشان نشتغل فيه. وانت ما راجي منصف صح? كويس. سؤال. اذا طلعت المليونية بتاعتك. وش انت انت سقطت. انت دعت تسقطت. انت سهلين توجهك. توجهك. مليونية. يوم تلاتين. رايك شو انت. وكلان ده قلت بخشمة. قلت ودى المصرية ده. الناس يلمشوا. اشان التصعيد. اشان هم عارفين لنا انه احنا دارنا صعيد. لمليونية ديوب تلاتين ستة. كلام ده قلت. ولا هل انه ودى المصرية. الكلام المصرى ان كلام ده هم اللولو. وما قدر اجيدا للالالالالا. ما ادرب كويس يعني عشان يشرحوا للشعب السودان. ولا كيف? احنا انا وابس زايد على الانسان. لان انا اصلا ما ما من لجان المقاومة. واح. اعرف الحكتة دي كويس. انا انسان ما من لجان المقاومة. ولا بقول لك. عندي ناس لجان المقاومة. ما عندي زول. انا حامد ده. ما عندي زول. لكن خلاه يقول لك كلام. امش اطلع باعتزر. طوالي. باطلع باعتزر. باعتزر للشعب السوداني انه انا اخطعت. واعتزرت لك قبل كده. تلاتة لايفات. وقبل كده برضو انا املت حاجة. بذكر برضو. برضو تلاتة. كم مرة برضو انا اعتزدت للشعب السوداني. ليه؟ باعتزر. انا ما بخطع. انا في النحية بخطع. كلنا خطعونه خيرا خطعون شنو التوابون. لكن لا يمكن نكونوا متبطبون. يعني ما ممكن نكون احنا متبطبون. كأولاد الترابي. لا كلنا احنا ابناء الترابي. رأيك شنو انت. كيف في دي. في دي كيف يا برده. ها. في دي كيف. ما انا ممكن كلنا اجيل واحد. انت قال انت اكبر مننا ولا شنو. عاصرت الخمسي. عاصرته كم يعني. يعني امنك كم يعني. مثلا انت. انت مولود كم. الفرق بينه وبينك فشن يعني. يعني انت سيابا انا ما اقول انا سيت اكبر مني بكتير كده. عاصرته كم انت. طيب كويس. ما في مشكلة. دماء انت حي اتنين تلاتة. لكن دائر فتحي وده المصرية يرد. فهمت الكلام ده الله عافية انت. فتحي وده المصرية هو خليه اطلاع يرد. وانت كلامك اللي قدت ده. ما حاجة جديدة. انا بالنسبة زكي. لها التحي والاحترام ولوسرتك. كويس. لو راجعت الملفات ديك. وحتى اخواننا احنا في جروبات اللي كنا قاعدين انا وعيدتا وطاير حبيب والجماعة دي اللي راجعت بتلقى الكلام اللي كنت فيه كله قدته. جد. قدت الكلام ده بعيد يعني. احنا عارفينه. لكن انت ما زايد. قال الناس. لما تكون قاعد في اتماع يحترم الناس. يحترمنا. احنا ما كنا معك كلنا. احنا ما الرجال برضو قاعدين معك في الاتماع. الاحترام كيف? الاحترام تسمع الانسان. وتبديه يقول لما يكمل. بعد ذلك اما ده ما المنصة عنده هزول. كويس. انت انسان مثقف يعني. انت فيه انت القصة دي. انسان مثقف. انسان يعني صوري. بعد ذلك الانسان قائد. انا بقول لك. انا ما يعني. ما جناحك مثلا بسقرك. لا انا عارفك. انه قدرات ما شاء الله. اها كيف? حلوة صح? كلام جميل. طيب. انت ليه ما في عدبيات. ليه انت بتفرض على الناس. حتى ما كنا من عجل السودان. قادرناه. عشان الدكتاتورية. لكن المسهبر حالفناه. واخونا ابو الطومات. من الشهود. انه احنا حالفنا انه نخدم الوطن فقط. فقط. ليس لأي مصطر ها. المصحف ده ما بينتج. مدام الثورة دي مستمرة ده احد. كتوا كان قاعدين في جروب ولا الجروب يشتت. لا الاحدي ميساق. لانه احدنا الله سبحانه وتعالى واحدنا الوطن. فانت ما انا انا بشوف انه ات مجبت حاجة اصلا جديدة بالنسبة لي في تاريخي انا السياسي. اصلا انت مجبت حاجة. انا مجبتها للشعب السوداني. ابدا. ولا جبت حاجة اصلا. نمن الشباب دي كانوا موجودين. اه? ويتمشيت. وبتابعوا. والقاعات اللي بتحصل. والاتماعات اللي بتحصل. كان بيقولها لكم بالحرف الواحد. وفي ناس انا ممكن قلتها لهم. قلتها لهم قبل كده. من ما اتعرخت معهم كده انا قلتها لهم. موجودين? ممكن تسأل اخونا فضل الله لك. قلتها له قبل شهر. في الرمضان لك. قال لي والله ما صاحب. قلت العسل او شهر الدخير. ممكن نحسي بشاهدنا. خليه قلتها لنا كالضبط. في الرمضان قلتها له. قلت العسل او شهر الدخير. النازل بيلعبه كذا 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 كذا. كلام ده من زمانة قال نقوله في الجروبات. اجريت شو. اهدي جدا. هسي انت. طيب سؤال. انت هسي. ما عندك حكومة. عندك عاداء. ده تغير الحكومة المدنية دي. بيرق مع انه يعني الصوريية حقينها والحاجات النادين كلهم. كويس. دار تبني جولة. بتبنيها بدون بدون استغبارات. طيب كويس. استغبارات اجني بتكون كيف يعني انا دار عارف. هل عندك بتكون عندك زول جوة مع الناس دين. يعني عشان اديك المعلومة. ولا يا فالح. بيجيبها لك في الواتساب. ما لازم نحنا كواهن نكون عندنا زكاية يا ما. عشان ما مات. مات خمني انا. انا وابت خمالي اخر ده والله. بصراحة كده يعني مع اقرامي انا بحطرمك جدا. وبعزك يعني انت بتعرف انه احنا اخوان. ما في حاجة. لكن بورك انك ما بتزايد ولا انا بزايد عليك. انا ما ازايد علي الحد. لكن ما بتتناجد مهما يكلف التمن. كويس. ما بتتناجد. وخلي اسمع. وخلي طلع الناس كلها بطالب بكل شجاعة عدبيا. اخواننا ديل. خلي كلهم يطلعوا. خلي يطلعوا في قناة الحش. قولوا الكلام ده قدام قناة الحش. ها. بالنص. عشان ما يجي في صفحة دي. بالنص كلنا نقعد في قناة الحش ديل. وفي ما يسنجر نقعد. يلا. عشان نقبل الكلام ده كله سوا برا. واتمنى من اخواننا ابو التومات والشباب الموجودين كانوا قاعدين معنا. تطلعوا. رأيكم شون قلتوا بكلام فاتحي. ده قررت بعد ده. وقلتوا بالطبطب والثورة. برضو ورونها. انا منحترمكم طبعا. لان احنا كلام رجال قلنا. ما مختنين. انا والله ما مختنين. انا حامل ما مختنين لحد يحسي. خلاص. كنت مختنع. من بدري. وعمرنا انه. امشوا قطوا لايف. الساعة تهشر وشوية. اشر ونص. قالوا لا امشوا قطوا لايف. جينا انا ابو التومات طلعنا لايف جيته شيرته كاك 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 كاك. وهي التاوشات جيته شيرته. صح. طيب ليه وكد فتحي ما فيه. انت واقف مع فتحي. وحسي ان منفعته طلع. وطلعت. الشقلان النادي طلع السعن. يعني السعن. انت فاهم السعن يا فردة. يعني فاهم السعن. جيت دار تتلفه بحاجات تانية. دار تقتله يعني. بقصة انه الله حامل ده. والله يا جيك يا من انت راصط يا فردة. والله يا لازيب. كلام ده انا ما قلته للشعوة السوداني. يعني ما جديد. قصة حامل ياغوب عدم محمد. كان في حزبه. الحقيقة الخضراء لمدرشها دائرة اثنين وتلاتين. اختلاف ما فضل السيد. ايسا الشعيب حكيت واحد اثنين ثلاثة فضل السيد. بقى حصة للمعتمر وطني واحد اثنين ثلاثة. قال ما في ناس بيجيبه في. ولا خيمة ولا اي حاجة للمراقبين. انت فاهم القصة. كلام ده انا ما قلته كله. وده الاولاد عمامينا. انتهيمت القصة دي. ما خليت لهم زر. يا من عيقة انت. دي ما جبت حاجة جديدة. اشتغلت انا قبل كده. ايوه ما حاجة جديدة. عملنا جواسيس في داخل الان. اخي الريو التغيير جبنا الحقائق. ايوه جبتها لكم كلكم بوم. ما لبتها. ما اتبشيت كشفتني. انا رسلتكم. وده كلهم عارفين. خليت له يقولوا كلام ده كده. يلا. قم وصر. عشان انا ورق يا فالح. انت فاهم القصة دي. فا اتمنى انا قلت تاني. اتمنى ان الشباب كلهم بدون انا. انا ولا بقى كلام ده. ما بضحك عليك. لكن بدمنا انه الانسان لما تكون انسان يعني قايد. انت الليلة عبو شهد الدخيري. ما تنسى يعني. انت انسان قايد يعني. انا بحتبرك انسان قايد يعني. صح? كويس? انسان قايد يعني. يكون كله شخصية. واحد. نمر اثنين. لا يحابي احد. وانت لك شخصية انا ارخب. واحترمك جدا. لانه احلك ما يقفت بعوه. وكل يوم قايد اقف معه. فيدي. احلك الرزيقات. ما يقفت معهم. حيث تفهمت القصة دي. ما يقفت معهم. ويقفت مع الشعب السوداني. وقلت ضد الدعم السريم. دي انا بحييت فيها لهم الدين. حسي بحييت فيها. انت راجل. بوريك عديد. التحي التحي ما بعرفه. انا يبي الظاهر. الباطن انا ما بعرفه. وكل نايف. بحييت فيها. وحسي بحييت. وما مختلف معك. ودرائي. ودرائيك ودرائي انا. طيب. صفات المعلم الجيد. اول حاجة كله شخصية. ده الرقم. ده الرقم واحد. نحن ده يدربونا دو. في القوات المسلحة. صفات المعلم الجيد كله شخصية. كويس. انا قلت لك انت انتك شخصية. شخصية. ما شاء الله. ربنا ان شاء الله يحفظه. نمر اتنين. لا يحابي احد. يعني لا يحابي احد شنو. يعني يحكم بالعدل. لا يقول والله الجندي ده صالح. والجندي ده اعمر. والجندي ده موسع. وقلمونا لها. حتى في التدريب ونما املت تحيلية بتاعة دورة كادر. بتاعة تعلمجية. بتاعة حاجات التانية. انت فيهم تلك القصة. كويس. نمر تلاتة مراعاة الزمن. ودي شروط اساسية يعني. وانا شايل الكلام ده شايل ومبدع حقيقي يعني. فالشجاعة الادبية كويسة. واحد. لكن انت. انت. لو دار ترد. ردك الله يحقق الليل بتاعة ده. البراميل الفارغة دي. لولي. الكلام بتاعة. اخونا. زيجي. وده المصرية. معناته. انت دار ترمي براميل فارغة. انت دار ترمي براميل. في زيت. في نار. ليه. دار تطبطب. او هي في نار مولعة. وفي كطبة كبيرة جدا. ودار تتبنور للشعب السودان. انه الكلام ده ما صح. يلا. عشان يزبط الكلام ده صح. ولا ما صح. اطالب. حكومة المدنية تاني من الله. الحكومة المدنية. ها. طوالي. يستدعو فتحي. المدعو فتحي ودى المصرية. بالنيابة. وتاني بقولها. ويجو يتحققوا معه كامل. يوري حكومة المدنية سيانته بنا. وكان كيف. بعد ذلك ما نيجيبه. يقول والله اخنا يحتقلوني ووقفوني وبتاعة. انا ووقفوني. كان بالركشة وبتاعة. وشارلوا مني التليفوني. صح الله الله ما صحي. كويس ما في مشكلة. ما في ناس عندهم. تخصص في الكلام ده بالمناسبة. يعني الكطبة دي. شوفها زولنا منغال في اللايف.